وعلى الخير الحقيقة يعني الفكرة الأهم واللي أصبحت واضحة وضوح لم يعد يحتمل أن حد يتكلم كتير حواليه فكرة أهمية العودة للعمل يعني الاقتصاد في العالم كله بينتقل من خانة الاقتصاد اللي بيعتمد على فكرة الصمصرة يعني غياب الانتاج البيع والشراء إلى اقتصاد الانتاج والكلام ده ما هوش كلام كبير ولا حاجة لو حاولنا كده نركز مع بعض شوية حنكتشف أنه إحنا في ثقافتنا عندنا مقولة ارتبطت بالمفهوم الديني طول الوقت اسمها العمل عبادة والمقولة دي لو جينا نفكها عشان نشوف ما بين سطورها هي كمان حنكتشف أنه في فترة ربنا في خلق الكون والأرض كان مطلوب جدا أن التنمية البشرية تعتمد على العمل وأن الإنسان بمجرد احتياجه لأنه تعرض للمطر فهو فكر إزاي يبني جدار ويعمل سقف بمجرد شعوره بقوة الشمس فكر إزاي يحط كم عصاية ويحط عليهم عروش الشجر عشان يستخبى تحتيهم يعني ربنا من لحظة الخلق الأول كان مطلوب من الإنسان أن يسعى ويعمل وده كمان يحللنا جزء كبير من بين سطور للمجتمعات الغير مؤمنة الغير متدينة ممكن تبقى متقدمة جدا وبتحقق رفاهية لأن الأساس في المسألة دي هو العمل مش العبادات العبادات ده الاختيار الآخر للإنسان وبناء عليه لما يتقلنا إحنا طول الوقت إن إحنا نكون غرقانين في فكرة الخديعة اللي كان بيكلمنا عليها الأستاذ أسامة دليل وإحنا بدورنا نقبل فكرة الخداع لازم نكون منتبهين إن ده جزء من المشروع اللي رفضناه في 30 يونيو ده جزء من مشروع تقطيع الأرض المصرية وتقطيع جهد الإنسان المصري فمطلوب مننا طول الوقت إن إحنا نفضل وقفين وراء بنبص وراء يعني عينينا رايحة تشوف الصندوق القديم اللسان بيتكلم لازم نفكر خارج الصندوق لكن الوجدان والعقل بيتحرك من داخل الصندوق لو الإيدان المصرية لم تعمل كما إحنا بنشوف أجدادنا وبنشوف ناس مننا دلوقتي زي المشاهد اللي قدام حضراتكم ما فيش أي حاجة تتغير في حياتنا اللي بيفكر إنه يسافر لدول سواء الخليج أو أوروبا علشان يحسن داخله لو اشتغل بياخد مرتب كبير لو ما اشتغلش بيقولوله شكراً أنت ترجع بلدك طب هو مكتوب علينا هنا في مصر إن إحنا يا نخضع للأنظمة برة اللي فيها إدارات جيدة فنشتغل وننتج يا إما نكون عايشين في مصر مش عايزين نشتغل لا والله بدليل إن الإيدين والوجوه اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي بتحصل في بلدك بس للأسف محدش عايز يشاور لكم عليها البلد دي من غير استعادة قيمة العمل مش هتقدر تكمل مشروع 30 يونيو علشان نكون واضحين هتطلع بعض الأصوات اللي تعودت إن هي بتقبض علشان بتكتب تقارير أو بتحضر ميتينجز كل ده ما بقاش اقتصاديات العصر اللي إحنا فيه العالم بيعيش مرحلة اسمها تغيير النظام العالمي وفي التغيير ده العنوان الأبرز والأهم هو استعادة اقتصاديات الإنتاج يعني العمل طيب علشان تبقى الحكاية أكثر وضوحاً طول الوقت وإحنا بيتقلنا العالم الأول العالم المتقدم هي الولايات المتحدة وبريطانيا الآن بيطلبوا مواطنيهم بإيه؟ بالعمل ولو ما اشتغلوش مش هيبقى فيه عائد بالمناسبة مهم كمان وإحنا بنتكلم عن الدول دي اللي بتعلي من قيمة العمل واللي قررت بعد ما صدرت للدنيا كلها الاقتصاديات بتاعت الصمصرة وغياب الشغل الحقيقي الانتاج الآن تنكفئ وبترجع شعوبها عشان يرجعوا يشتغلوا ويحسنوا فكرة العمل مرة أخرى طيب بيتقلنا برضو من بعض الأصوات اللي بتطلع من هنا أو من هناك علشان تجيب الأجندة بتاعة كسر الدولة تقول لنا بس فيه في الدول دي منظومة اجتماعية بتعتمد على فكرة بدل البطالة طيب يا مصريين بدل البطالة في الدول دي هو جزء من الدرائب اللي بيدفعها كل المواطنين بما فيها الشروط اللي بيحصل عليها اللي بيطلب بدل بطالة لازم يكون اشتغل مرحلة ما في عمره ماينفعش يبقى هو مقرر انه مايشتغلش ابدا والدولة تدي له اعانة بطالة لا الاول بيتم كشف مهاراته محاولة ايجاد فرصة عمل ليه اذا لم يلتزم في فرصة العمل ده معناه ان هو انسان عنده مشاكل يتحول للعيادة قصص كتيرة قوي علشان كده بتمنى دايما واحنا بنشتغل في بين السطور نبقى عارفين الجملة الخطيرة المفتاح اللي قالها الاستاذ قسامة مع حضراتكم بالامس ان المطلوب ان المنطقة ديه تحديدا اللي كسفتها قربت على الميت مليون اللي اسمها مصر طول الوقت لا تعمل مطلوب طول الوقت نسفه من تعب العمل والشغل كنا زمان بيتقلن من عرقك دلوقتي بيقولك بشطرتك كان زمان بيتقلن بفاسك دلوقتي بيقولك بقدرتك عن نصب كل ديه قيم سلبية غير حقيقية لان العالم الان يصر ويبحث عن استعادة اقتصاديات الانتاج يعني بالعمل من غير العمل مفيش اي تقدم هيحصل هتقعد عشان تدي اراءك في سيستم الادارة انا اسفة ده كلام في الهوى مطلوب من حضرتك ومني ومن الجميع ندخل سيستم العمل ونتكيف مع سيستم العمل مش بالضرورة نكون راضيين على كل شروط العمل تحسين العمل بيأتي برفع الكفاءة للعامل اللي هو انا وحضرتك وبعدين نحاول نرتقي وندور على فرص اكتر لكن لو قعدنا في البلكونة او في الشباك او على القهوة علشان نقول اصل الظروف مش مناسبة اصل المرتبات قليلة اصل اللي باخده على قد المشوار كل دي هي القيم السلبية اللي بتسعى لهدم مشروع 30 يونيو علشان كده ارجوكم خلوا عنيكوا تحفظ يعني ايه زراعة تكون شيء ذو قيمة يعني ايه نستعيد شعورنا بابوسويلا في فيلم الارض وان من غير الفلاح احنا في مأساة وما نسمحش لأي حد يكون نخبة يكون شخصية كبيرة مهمة يتكلم عن ان اقتصاديات الزراعة هي اقتصاديات تقليدية وقديمة وان احنا لسنا بحاجة لاستعادة الزراعة لا الزراعة دي الاساس بالمناسبة اللي بيحصل في بلدنا دلوقتي ان احنا بنشيل الطبقات اللي تركمت على ارضنا في سنوات الافساد الاداري والاجتماعي اللي خلت الفهلوي هو المهم والنصاب هو الشاطر علشان ترجع ارضنا تشيل زرعنا علشان الارض تكون ولادة الكلمة الجميلة في ادبيات الثقافة المصرية ومن غيرها نخسر كتير والانتاج هو الهدف الوحيد اللي من غيره لن يكون لدينا سلاح ندخل به عشرين عشرين اللي مطلوب مننا فيها ان احنا نكون دولة محورية اقليمية استراتيجية قوة قابلة وقادرة على المنافسة القصة لازم تكون واضحة قدام حضراتكم وده انتو واللي جاي بتاعكم عينينا عن نهاردة وبكرة مش هنفضل طول الوقت نتخنق على مبارع وكل ما نشوف ده في اي حتة عندي ولا عند غيري في سوشيال ميديا ولا في جورنان يكون قومي ولا خاص لازم نقول لنفسنا ده مش مشروعنا دي خنائتهم نخليها على جنب علشان احنا هنبص على النهاردة وبكرة